اشتركوا في القناة والسري بتفسيرهم وما جاء في احاديثهم الشريفة النية بعيدا عن المعنى في اللغة وبعيدا عن الذي يقوله مراجع وفقهاء حوزة الطوسي لا شأن لي بكل ما قالوا أصابوا أخطأوا كما قلت لكم اقتربوا ابتعدوا هذا أمر راجع إليهم فإنني لا أعبأ بالذي صدر عنهم وصدر منهم المصادر الصافية موجودة عندي فلماذا أعود إلى هذه الجهات الضال قرآنهم بين يدي تفسيرهم الذي بايعت عليه في بيعة الغدير موجود بين يدي أحاديثهم وفقههم ومصادرهم الأصلية موجودة بين يدي فلماذا أعود إلى أولئك الضلال الذين ضحكوا على أجدادنا وآبائنا وطالما ضحكوا علينا النية هي المحرك الذي يحرك الإنسان باتجاه أي عمل يقوم به وهذه قضية فطرية طبيعية أي عمل بغض النظري أكان هذا العمل دينيا أكان هذا العمل دنيويا هناك جهة محركة في مضمون الإنسان الجهة المحركة هي هذه النية حينما يستيقظ المصلي لصلاة الصبح هو في نيته إذا ما حان وقت صلاة الظهر فإنه سيصلي صلاة الظهر هذه هي نية صلاة الظهر أما ذلك الكلام الزائد الذي علمونا إياه فتلك فبركة شيطانية المشكلة لا نستطيع أن نتركها المشكلة هي هذه نحن علمنا على هذه الفبركة الشيطانية منذ نعومة أغفارنا أنا أتحدث عن نفسي وعن غيري لا نستطيع أن نتركها لماذا علمنا هذه الفبركة الشيطانية لأن مراجع النجف شياطين جاءونا بهذه القذارة من النواصب لماذا كي يحول هذا الأمر فيما بيننا وبين النية التي هي بحسب فقه العترة الطاهرة بحسب ثقافة العترة الطاهرة هذا هو الذي فعلوه بنا وكما قلت لكم المشكلة لا نستطيع أن نتخلص منها من هنا أمير المؤمنين كان يقول لأصحابه علموا أولادكم في صغرهم علموهم حديثنا علموهم علومنا قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة لقد سبق المرجئة يا أمير المؤمنين آباءنا وتشبعنا يا أمير المؤمنين بفقه المرجئة إنهم مرجئة النجف النية في ثقافة العترة الطاهرة وفي فقه العترة الطاهرة تتألف من جزئين إنني أتحدث عن نية العبادة أتحدث عن العبادة بكل مصادقها في العبادات الواجبة في العبادات المندوبة في الصلاة في الصيام في كل أشكال العبادات النية تتألف من جزئين الجزء الأول هي وعي بالعمل نفسه وعي بالعبادة نفسها والجزء الثاني إخلاص لله سبحانه وتعالى قلت لكم مراجع النجف داخوا في معنى القربة وحتى هذا المصطلح هم جاءونا به من هناك أنا لا أشكل على المصطلح فمعنى التقرب إلى الله ورد في أحاديثنا لكن هذا المصطلح وهذه التعابير التي تكتب في الرسائل العملية لم ترد بهذه الصيغة عنهم صلوات الله عليه قلت لكم لا شأن لي بما يقولون لكنني مضطر أن أشير إلى كلامهم لأننا مبتلون بما أعلمونا أعلمونا فبركات الشيطان ومن ضلال سقيفة بني ساعد والمشكلة كما قلت لكم حينما يكتبونه يقولون هذا فقه محمد وآل محمد المشكلة هنا وربما كثيرون منهم لا يعلمون الحقيقة حمير حمير لا يعلمون الحقيقة كثيرون منهم بسبب أن لا علم لهم بفقه العترة الطاهرة كل الذي تعلموه تعلموا فقه مراجع الشيعة من دون أن يعرفوا وأن يتعلموا فقه العترة من مصادره الأصلية تعلموا فقه المراجع من كتب المراجع وجيل يأخذ عن جيل وإذا رجعنا إلى الأصول فإنهم أخذوا عن الشافعي وأمثاله وعضرابه هذه هي حكايتنا مشكلتنا هنا النية كما قلت لكم في فقه العترة الطاهرة في ثقافة العترة الطاهرة تتألف من جزئين من وعي بالعمل نفسه ومن إخلاص لله أما الوعي بالعمل نفسه أن نحدد نوع العمل الذي نقوم به على سبيل المثال هل صيامنا واجب أم صيام مندوب هل نقوم بصلاة أم نقوم بصوم أن نحدد نوع العمل ومن أي مستوى هل هو من الواجب أم من المندوب وأن نعرف بقدر ما نستطيع أن نعرف من حقيقة هذا العمل من أسراره من أهدافه هذا هو الذي يريد النواصب ويريد الشيطان ويريد مراجع النجف أن يبعدون عنه لأن حقيقة العبادات وأسرار العبادات تشدنا إلى محمد وآل محمد وهذا ما لا يريده النواصب وما لا يريده الشيطان وبالتبعية هو ما لا يريده مراجع النجف لأن مراجع النجف يريدون أن يربطوا الناس بهم لا بمحمد وآل محمد فإن الناس إذا ارتبطوا بمحمد وآل محمد وجعلوا محمد وآل محمد ميزانا لهم تكشفت عورات مراجع النجف وظهرت عيوبهم وظهر جهلهم وظهر ابتعادهم عن منهج العترة الطاهرة هذا هو الذي يجري على أرض الواقع هذا الذي جرى على أجدادنا وآبائنا ولا زال يجري علينا في واقعنا الشيعي هذه القضية واضحة وسأضع بين أيديكم ما أتمكن من وضعه من آيات الكتاب الكريم ومن أحاديث العترة الطاهرة وحينما أضع آيات الكتاب بين أيديكم بتفسيرهم بتأويلهم هم صلوات الله عليهم بعيدا عن تفاسير نواصب سقيفة بني ساعدة وتفاسير نواصب سقيفة بني نجف أولئك نواصب السقيفة الذين نعرفهم وهؤلاء نواصب الشيعة وأتحدث بشكل خاص عن المراجع الكبار الذين ورطوا الشيعة في هذه الفبركات الشيطانية الإبليسية منذ أيام الطوسي منذ أن أسس طوسي حوزة الضلال هذه سنة 448 للهجرة إذن النية وعي بالعمل وإخلاص لله والوعي بالعمل هو هذا الذي يجعل الإنسان قادراً على التفكر في عبادته قادراً على التدبر في قراءته إذا كانت القراءة جزءاً من العبادة كما هو الحال في الصلاة فالصلاة عبادة بحاجة إلى تفكر وفيها قراءة بحاجة إلى تدبر بينما الصيام عبادة ليست فيها قراءة فالصيام عبادة بحاجة إلى تفكر نعم إذا أردنا أن نضيف إلى الصيام من ملحقاته المندوبة أتحدث عن شهر رمضان وعن غير شهر رمضان من قراءة القرآن من قراءة الأدعية حينئذ فنحن بحاجة إلى تدبر في الحقيقة هو فيما ألحقناه بصيامنا من مندوبات ومستحبات لكن لأن العبادة وهي الصيام مازجت هذه المندوبات فهنا نحن بحاجة إلى تدبر وإلى تفكر التفكر في العبادات يحتاج إلى مفردات هذه المفردات من أين نأتي بها إذا لم نكن على علم وعلى معرفة بحقيقة العبادة وبحقيقة مضمونها وبحقيقة أهدافها ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر كيف نتفكر في العبادة ونحن لا نمتلك مفردات للتفكر فيها من أين نأتي بهذه المفردات المفردات هي المعلومات التي نتعلمها من ثقافة العترة حول حقيقة العبادة ومضمونها وأهدافها وغاياتها وهذا هو الذي حجزونا عنه جاءونا بفبركة شيطانية هذا الذي يسمى بالنية التي علمونا عليها وتعلمنا على هذه الطريقة الشيطانية بعيدا عن ثقافة العترة الطاهرة إذا أردنا أن نكتب رسالة عملية بحسب فقه العترة الطاهرة فلا بد أن نضع في بداية الحديث عن كل عبادة من العبادات المفردات التي يحتاجها المصلي الصائم الحاج المعتمر إلى بقية العبادات أن نضع بين أيديه المفردات التي سيحتاجها في نيته إنه يصلي للغاية الفلانية و لأن صلاة مضمونها كذا و كذا أما هذا الذي علمونا عليه هذه فبركة شيطانية لا صلة لها بفقه العترة الطاهرة هذا هذا جاءونا بي من فقه سقيفة بن ساعد و إلا فإن النية المجردة العادية و شرعية أيضا لصلاة الظهر ليوم غد هي موجودة الآن عندي و عندكم و هذا يكفي إنني قاطع في يوم غد سأصلي صلاة الظهر فلا حاجة للألفاظ و لا حاجة للاستحضار الذهني و لا حاجة لتعيين وقت و زمان لإيقاع النية إلى بقية التفاصيل التي علمونا عليها من الفبركة الشيطانية الناصبية إذن النية وعي بالعمل مع إخلاص لله هذا العمل لله و انتهينا هذه هي النية و النية لا تخفي نحن بحاجة إلى توجه سيأتينا التوجه نحن الآن نتحدث عن النية المجرد فالنية وعي بالعمل يضاف إلى الوعي بالعمل الإخلاص لله الإخلاص لله يعني لا شريك له إننا لا نجعل شريكا لله في هذا العمل الذي نقوم به هذا هو الإخلاص لله النية هذه أما المحرك في كل العمل فهذا الأمر موجود في العبادات وغير العبادات أنا لا أستطيع أن أقول أي تكلمة الآن ما لم تكن عندي نية أن أقولها وهكذا كل شيء أقوم به هذه النية المحرك للعمل لا نستطيع أن نتصور عملا من الأعمال من دون أن تكون واقعا وحقيقة في مضمون الإنسان إلا إذا كان الإنسان نائما ويتحرك في نومه مثل ما يفعل بعض الناس أو كان الإنسان فاقدا لانتباهه بسبب مرض من الأمراض وتصدر عنه الأقوال والأفعال من دون وعي وانتباه نحن قطعا لا نتحدث عن هذه الأمثلة وعن هذه الحالات حديثنا عن الإنسان الطبيعي الذي هو في تمام وعيه ويفعل بقصد وبنية فهذا الأمر يجري في كل تصرفات الإنسان حينما أتحدث عن النية المحرك الذي يحرك الإنسان هذا سيكون في العبادات وفي غيرها لكن الذي يفرق العبادات عن غيرها هو هذه النية التي تتألف من جزئين من وعي بالعمل ومن إخلاص لله سبحانه وتعالى وهذا ما سيأتي بيانه في هذه الحلقة قطعا بحسب الوقت المتوفري لي إن تمكنت أن أكمل حديثي في هذه الحلقة أكملته وإلا فبقية الحديث ستكون في الحلقة القادمة يعني في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر يا من لا يقلب القلوب إلا هو يا من لا يدبر الأمر إلا هو يا من لا ينزل الغيث إلا هو يا من لا يمسط الرزق إلا هو يا من لا يحيي الموتى إلا هو سبحانك يا ناصر الأوليان يا مؤين الضعفاء يا صاحب الغرباء يا ناصر الأوليان يا قاهر الأعدام يا رافع السمام يا انيس الاسفيا يا حبیب الاتقيا يا كنز الفقران يا اله الاغنیا يا اکرم الكرمان سبحانك يا الغاف يا كافيان من كل شن يا غائمان على كل شن يا من لا يشبه هشن يا من لا يزيد في ملك هشن يا من لا يخفى عليه شن يا من لا ينقص من خزائن هشن يا من ليس كمثله شن يا من لا يعزب من ملمه شن يا من هو وخبيرن به كل شن يا من رسعت رحمته كل شن سبحانك يا لا يا من لا ينقص من خزائن هشن يا من لا ينقص من خزائن هشن مثل ما قلت لكم النية تتعلف من جزئين من وعي بالعمل نفسه ومن إخلاص لله سبحانه وتعالى سنبدأ من الإخلاص لله سبحانه وتعالى وقد بيّنت لكم مضمون ذلك إنه عدم الشريك ما نقوم به من عمل والحديث عن العبادة من عبادة هي له سبحانه وتعالى وحينما أقول له بحسب ما يريد السجود الملائكة لأبينا آدم في الحقيقة هي لله سبحانه وتعالى ولكنه أراد السجود بهذه الكيفية وأراد من الملائكة أن يتوجه في سجودهم إلى أبينا آدم من هنا قلت لكم قبل قليل لا بد أن نجمع ما بين النية والتوجه وهذا هو الذي حذفه مراجع النجف من العبادة لماذا؟ لأن نواصب السقيفة قد حذفوا التوجه وجاءوا إلى النية فشوهوها بفبركة شيطانية لأننا إذا ما كنا على وعي بالعبادة وهذا الوعي ينشأ من معرفتنا بمفردات ترتبط بحقيقة العبادة وأسرارها وغاياتها فإننا سنعرف حينئذ الجهة التي نتوجه إليها هناك ارتباط بين الجهة التي نتوجه إليها وبين وعينا بالعمل نفسه الذي هو جزء من نية العمل بينما هؤلاء ثلان النجاف ضحكوا علينا علمونا جملا لا علاقة لها بالموضوع إذا كانت ترتبط بالموضوع فمن جانب بعيد وبعيد جدا فأبدأ معكم من الجزء الثاني وبعد ذلك أعود إلى الجزء الأول الجزء الثاني الإخلاص لله تعالى أن نأتي بالعبادة كما يريد هو هذا هو الإخلاص لله تعالى ليس المراد من الإخلاص لله تعالى أن نجعل العبادة لله فقط فإبليس أراد أن يفعل ذلك والله طرده ولعنه تلك العبادة الإبليسية إذا كان الله يريدها له فقط فإننا سنأتي بها كما يريد وإذا كان يريد العبادة له من خلال باب فتحه لنا من خلال وجه نصبه لنا فإننا سنأتي بالعبادة بحسب ما يريد هذا هو الإخلاص لله أما أن يعلموكم أن الإخلاص لله أن تكون لله وحده فقط وينتهي الكلام هذه عبادة إبليسية هذه عبادة النواصط هذا هو الذي عليه دين الوهابية ودين سقيفة بني ساعد وهذا هو الذي يملؤون به الفضائيات ومراجع النجث ركضوا وراءهم على هذا المنهج الأخرق فحينما نقول الإخلاص لله إننا نعبده كما يريده لسنا نحن الذين نقترح العبادة حينما نقول من أن العبادة له فقط هذا اختراح من عندنا هل هو الذي قال لنا ذلك متى وكيف سقيفة بني ساعدة هي التي قالت لنا ذلك إبليس المرجع الأكبر لكل العباد في العالم الذين يأتون بالعبادة الإبليسية هو الذي أراد العبادة لله ورفض السجود لآدم إبليس لم ينكر العبادة لله كان يصر على الله أن يسمح له بالسجود له سبحانه وتعالى من دون أن يسجد لآدم ولكن الله لعنه وطرده تلك هي العبادة الإبليسية قلت لكم في الحلقات الماضية من أن ما جرى في مراسم إعلان برنامج الخلافة في الملأ الأعلى كان أنموذجا مصغرا لبرنامج الخلافة الكبرى في الأرض هناك تشخصت العبادة الإبليسية والعبادة الإلهية فالعبادة الإبليسية أن نعبد الله وحده بحسب ما نريد وعبادة الإلهية أن نعبد الله كما يريد إذا أرادنا أن نعبده بشكل مباشر من دون سبب من دون باب من دون وجه فإننا عبادة فإننا هذه هذه الإشكالية الكبيرة التي وقعت الشيعة فيها منذ بدايات الغيبة الكبرى هذا الأمر لم يكن موجودا في زمان الأئمة على الأقل هناك من أصحابهم من كان على وعي بهذه العقيدة فهذه المضامين أنا آتيكم بها من رواياتهم ومن أحاديثهم التي نقلت إلينا عبر رواة حديثهم وعبر أصحابهم وعبر خواصهم من هنا جاء في رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد في السنة العاشرة بعد الأربعمائة من الهجرة وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة آنذاك الحال أصبح أسوأ وأسوأ مذ جنح كثير منكم مالوا عن المسار الصحيح ألحدوا وذروا الذين يلحدون في أسمائه مالوا مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة الذي أضعه بين أيديكم إنني آتيكم به من ذلك السلف الصالح إنني أحاول أن أعود إلى المسار القديم البعض يقول من الذي أطرحه هو دين جديد ما هو بدين جديد الدين الجديد هو الدين البدعة دين مراجع النجف إنني أحاول أن أعود إلى الدين القديم إلى المسار الصحيح أن أذهب بعيداً عن سقيفة بني ساعدة وأن أذهب بعيداً عن سقيفة بني نجف أن أعود إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم وإلى حديثهم المفهم بتفهيمهم مثل ما بايعنا في بيعة الغدير مذجنح كثير منكم صاحب الزمان يقول لمراجع الشيعة مذجنح كثير منكم إلى أين إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسع السلف الصالح كانوا بعيدين عن هذا المسار لماذا جنحتهم في هذا الاتجاه الضال ولاحظوا دقة التعابير إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسع مراجع النجفي ذهبوا بعيداً عن مسار السلف الصالح ولذا ترهم حينما يذكرون مرجعاً من مراجع عصر الغيبة الكبرى يكيلون له المدح والثناء ويسطرون له الألقاب والأوصاف وحينما يمسكون بروات حديث أهل البيت يمزقونهم شر تنزيق هذه القضية واضحة هذا بناء شيطاني أي مرجع من مراجع عصر الغيبة الكبرى كأن آيات من القرآن نزلت في متحهم لا يذمون أحداً منهم كلهم مقدسون كلهم أجلاء كلهم جامعون للعلوم هم أكثر مطاهر لا فهم ولا علم ما عندهم من كتب خلفوها سرقوها من النواصب أو سرقوها من علماء الشيعة وهذا باب سرقاتي في كتب المراجع باب وسيع إذا سنحت لي فرصة سآتيكم بكتبهم وسأفضح سرقاتهم من الأموات ومن الأحياء الذين نعاصرهم يسرقون من كتب النواصب ويسرقون من كتب علماء الشيعة فيما بينهم هذا هذا باب واسع هؤلاء مثلما يسرقون أموالكم تحت عنوان الخمس يسرقون أيضا من كتب النواصب ومن كتب الشيعة تحت عنوان الاستنباطي تحت عنوان التفسير تحت عنوان التحقيقي وينسبونه إليهم وبطرق مختلفة لا أريد أن أذهب في هذا الاتجاه بعيدا وأعود إلى الكتاب الكريم لأنني إذا بقيت أتحدث وأتحدث فإن الكلام سيفتح لي أبوابا وأبوابا سورة الأحزاب إنها الآية الرابعة بعد البسملة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه إلى آخر الآية الكريمة الذي أحتاجه هو هذا الجزء من الآية أول الآية الشريفة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فالإنسان عنده قلب واحد وهذا القلب الواحد لا بد أن يكون متجها اتجاها واحدا فإذا اجتمل على اتجاهين فذلك القلب ما هو بقلب سليم هذا قلب مضطرب هذا القلب لا يتحرك وفقا للدليل مراد من الدليل مثلما نشتري جهازا من الأجهزة الكهربائية مثلا من الأجهزة الألكترونية وهناك دليل مع هذا الجهاز فحينما نشغله بطريقة لا توافق قواعد الدليل فإن الجهاز سيكون جهازا مضطربا لن يعطي النتيجة المطلوبة ولن نستطيع أن ننتفع منه وربما قد يؤدي ذلك إلى خراب هذا الجهاز بالكامل فالإنسان كذلك هناك دليل يتحرك الإنسان ويتفعل الإنسان وفقا له وهل هناك من دليل أفضل من القرآن هذا هو دليل بناء الإنسان ودليل حركة الإنسان ودليل أعمال الإنسان فالإنسان في جوفه قلب واحد وبحسب الدليل لا بد أن يتحرك هذا القلب باتجاه واحد إذا تحرك باتجاهين فإن الإنسان قد دخل في حالة الخراب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه هذا هو تفسير القم رضوان الله تعالى عليه وطبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة خمسمية وتسعة وعشرين في ذيل الآية التي نحن بصددها الرواية عن إمامنا الباخر صلوات الله وسلامه عليه في قوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه إمامنا الباقر يقول قال علي بن أبي طالب الكلام كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه هكذا يقول الأمير لا يجتمع حبنا وحب عدونا في جوف إنسان هو قلب واحد حبهم هو حب الله مر هذا الكلام علينا إذا أردنا أن نحب الله فطريق هم حبهم حب الله فلا يجتمع حب الله مع حب غيره لا يجتمع حبنا وحب عدونا في جوف إنسان إن الله لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه فيحب هذا ويبغض هذا يعني هذا القلب يحب وهذا القلب يبغض هو قلب واحد إن الله لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه فيحب هذا القلب الأول ويبغض هذا قلب يحب به وقلب يبغض به هو قلب واحد فأما محبنا فيخلص فيخلص الحب لنا كما يخلص الذهب بالنار هذا الأمر الذي يقوم به صناع الذهب حينما يصهر الذهب لتنقيته وتصفيته من الشوائب التي كانت لاحقة بمعدنه بمعدن الذهب بمركباته فأما محبنا فيخلص الحب لنا كما يخلص الذهب بالنار لا كدر فيه من دون الشوائب فمن أراد أن يعلم حبنا فليمتحن قلبه فإن شاركه في حبنا حب عدونا فليس منا ولسنا من فمن أراد أن يعلم حبنا فليمتحن قلبه فإن شاركه في قلبه فإن شاركه في حبنا حب عدونا فليس منا ولس من صورة واضحة واضحة جدا لا يجتمع حبنا وحب عدونا في جوف إنسان إنه الإخلاص 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 وحبهم هو جوهر العبادات كلها وحبهم هو أساس العبادات كلها حبهم هو أساس الدين كله من هنا يبدأ الدين من أية نقطة من حبهم يا باحثا عن بداية طريق الدين الدين من هنا يبدأ من هذه النقطة من حبهم هذا هو الدين وهذا هو ديننا ديننا دين الحب ولكن لا كما تتحدث الصوفية وكما يتحدث عرفاء الشيعة تحدث عن صوفية السنة وعن صوفية الشيعة وعرفاء الشيعة هم شعبة من شعب الصوفية لا أريد الحديث عن هذه الجهة وأعود إلى كلامي ديننا دين الحب لكنني كما قلت لا أتحدث بمذاق الصوفية من السنة والشيعة أو بمذاق عرفاء الشيعة إنني أتحدث بمذاق الزيارة الجامعة الكبيرة حبهم فقط ومن أحبكم فقد أحب الله نذهب إلى فاصل يا من في السماء عظمتو يا من في لأرض آياتو يا من في كل شيء دلائلو يا من في البحار عجائبه يا من في الجبال خزائنه يا من يبدو الخلق ثم يعيده يا من إليه يرجع الأمر كله يا من أظهر في كل شيء لطفه يا من أحسن كل شيء خلقه يا من تصرف في الخلائق قدرته سبحانك يا الله يا من في روح لطفه يا من في الله على الله يا حبيبا من لا حبيباله يا طبيبا من لا طبيباله يا مجيبا من لا مجيباله يا شفيق من لا شفيق له يا رفيق من لا رفيق له يا مغيث من لا مغيث له يا دليل من لا دليل له يا أنيس من لا أنيس له يا رحم من لا رحم له يا صحبة من لا صحبة لا سبحانك يا ربان الوصحة 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 واضح صار لديكم فإن الإنسان يملك قلبا واحدا وهذا القلب هو مقر نية فلا بد من الإخلاص وإلا إذا كانت العبادة لله ولغيره لشريك آخر فهذا القلب في مقام العبادة يشتغل بخلاف الدليل إذن هو يعمل خارج السياق فهو في حالة خراب ونهايته سيصبح عاطلا باطلا فالقلب مستودع نية ومستقر نية لأن النية قد تكون مستودعة وقد تكون مستقرة في القلب المستودع هو المؤقت والمستقر هو ثابت والقلوب متقلبة على أي حال أنتقل بكم من سورة الأحزاب إلى سورة الكهف وإلى الآية العاشرة بعد المئة بعد البسملة وهي آخر آية في سورة الكهف وأذهب إلى موطن الحاجة منها إلى جزئها الثاني فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الإخلاص فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لابد أن تكون العبادة عبادة إلهية كعبادة الملائكة لا أن تكون عبادة شيطانية كعبادة إبليس إبليس أراد العبادة لله وحده ولكن بحسب بحسب ما يريد هو والله سبحانه وتعالى يريد الإخلاص في عبادته ولكن وفقا لما يريد هو جل تعالى شأنه وتقدس ذلك هو الإخلاص الحقيقي وإلا ما كان يريده إبليس ما كان إخلاصا حقيقيا هذا إخلاص قذر قذر بالخيانة وبالحسد وبالتكبر وبكل الذي جرى في برنامج الخلافة في الأرض حينما أجريت المراسيم الأولى للشروع في تطبيق هذا البرنامج على الأرض والتفتوا التفتوا بشكل واضح من أن آدم أنزل إلى الأرض بعد إخراجه من الجنة وهذا لا يشعر بإكرام عظيم لهذا الخليفة المفترض أن خليفة الله سيكون مكرما بدرجة عالية جدا آدم لم يكرم حين أنزل إلى الأرض كرم بعد ذلك لأن برنامج الخلافة الأصل هو لأولئك العالين الذين جاء ذكرهم في سورة صات حينما رفض إبليس السجود فماذا قال له سبحانه وتعالى في الآية الخامسة والسبعين بعد البسملة من سورة صات يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين العالون محمد وآل محمد برنامج الخلافة الحقيقي هو لأولئك العالين هم المكرمون الذين ما سجدوا لأحد إلا له سبحانه وتعالى سجدت حقائقهم ظواهرهم وبواطنهم له وآدم نال الكرامة في الملأ الأعلى بنور بقبسة نور أشرقت فيه منهم والذي جرى في الملأ الأعلى كان سجودا لذلك هنور إنه أنموذج لبرنامج الخلافة في الأرض ولم تكن هذه الخلافة بالأصالة لأبينا آدم لو كانت بالأصالة له لأنزل مكرما لقد أنزل بحالة لم يكن مكرما كرم بعد ذلك أبونا آدم بينما المفترض أن الخليفة الذي سينصبه الله خليفة عنه في الأرض لا بد أن يكون في أعلى درجات التكريم لماذا لأن الخليفة الأصل ما هو بأبينا آدم الخليفة الأصل محمد صلى الله عليه وآله أعود إلى الآية العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا عبادة بحسب ما يريد سبحانه وتعالى هذا هو الجزء الثاني من تفسير العياشي من جوامع أحاديثنا التفسيرية وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان آخر رواية في الجزء الثاني وفي الحقيقة هي آخر رواية في تفسير العياشي مما وصل إلينا من تفسيره هذا التفسير كان كاملا لكن الذي وصل إلينا إلى سورة الكهف هذه آخر رواية في الجزء الثاني صفحة ثلاثمية وتسعة وسبعين رقم الحديث سبعة وتسعين عن سماعة ابن مهران وهناك من يقرأه سماعة ابن مهران قال سألت أبا عبد الله وهذا الرجل كان من كبار علماء الشيعة لكنه لكنه صار واقفيا هذه من رواياته حينما كان على الهدى مراجع الشيعة ضلوا بعد شهادة إمامنا الكاظم وسرقوا أموال الإمام الكاظم سرقوا الأموال الشرعية وأنكروا إمامة الإمام الرضا وهذا من بينهم شخصية علمية مرموقة لكنه صار واقفا على أي حال عن سماعة ابن مهران قال سألت أبا عبد الله سأل الإمام الصادق عن قول الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال العمل الصالح المعرفة بالأئمة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا التسليم لعليا لا يشرك معه في الخلافة من ليس ذلك له ولا هو من أهله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فالإمام رب رب الدين ورب الأرض إمام الأرض رب الأرض إمام الدين رب الدين هذه العناوين تطلق عليهم ومر هذا علينا في الحلقات المتقدمة والإطلاق عليهم قطعا بحسبهم ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إنه التسليم والتسليم قطعا لا يتحقق إلا بعد تحقق المعرفة فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الإمام الصادق يقول العمل الصالح المعرفة بالأئمة بعد المعرفة يأتي التسليم التسليم إنما هو متفرع عن المعرفة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا التسليم لعليا إنها بيعة الغدير بوجهيها بوجهها الثابت ووجهها المتحرك نحن مطالبون بالإخلاص في كل جزء من أجزاء ديننا مطالبون بالإخلاص في حبهم أن تكون القلوب خالصة لهم وأن يكون الحب الخالص لهم وأن تكون العقيدة خالصة لهم إنه التسليم إنها بيعة الغدير عودوا إلى ما حدثتكم عنه عن بيعة الغدير المحمدية في الحلقات الماضية الآية تتحدث عن تلك المضامي نذهب إلى فاصل المضامي يا حيّا قبل كل حين يا حيّا بعد كل حين يا حيّا الذي لايسا كمثله حين يا حيّا الذي لا يشاركم حين يا حيّا الذي لا يحتاج إلى حين يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزه كل حي يا حي أنم يرز الحياة من حي يا حي الذي يحي الموتى يا حي يا قيوم لا تأخذه سنتم ولا نم سباك يا حي يا حي يا حي يا من له ذكر الله ينسى يا من له نور لا يطفى يا من له نعم لا تعد يا من له ملك لا يزول يا من له ثناء لا يحصى يا من له جلال لا يكيف يا من له كمال لا يدرك يا من له قضاء لا يرد يا من له صفات لا تبدل يا من له نعوت لا تغير سبحانك يا لالله الغاب الآية الثامنة والثمانون بعد البسملة من سورة الشعراء والتي بعدها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم في نفس السياق في نفس الاتجاه فمن سورة الأحزاب ومن أن الإنسان لا يملك في جوفه إلا قلباً واحداً إلى سورة الكهف حيث الحديث عن التسليم لعلي ولا يشرك بعبادة ربه أحداً إلى سورة الشعراء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هذا هو الجزء الثاني من الكاف الشريف وهذا الباب باب الإخلاص من الطبعة التي قرأت عليكم منها في الحلقات الماضية في الصفحة الأربعين إنه الحديث الخامس عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بصدد الآية إلا من أتى الله بقلب سليم قال إمامنا الصادق القلب السليم الذي يلقى ربه يلقى ربه في آخر محطة في سفر الإنسان في محطة لقاء الله أو يلقى ربه في كل عبادة من عباداته يلقى ربه مع كل نفس من أنفاسه قال القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه ويستمر في حديثه وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط لا قيمة له مثل ما بيّنت لكم قبل قليل من أن القلب الذي يشتغل في اتجاهين إنه يشتغل بخلاف الدليل في حالة خراب وسيقوده ذلك إلى أن يكون قلبا عاطلا باطلا وكل قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط المطلوب هو هذا القلب السليم القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه الحب لهم العقيدة لهم الولاء لهم وذلك هو الذي هو لله سبحانه وتعالى هذا هو جوهر ما في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وهذا هو جوهر أدعيتهم ومناجياتهم وزياراتهم وهذا هو جوهر دينهم وعقيدتهم التي بيّنوها لنا في عشرات آلاف الأحاديث أقولها لكم في عشرات آلاف الأحاديث لكن مراجع النجف هجروا تلك الأحاديث ألقوا بها جانبا لا علم لهم بها ولا علم للشيعة بها وجاءونا بثقافة قذرة من النواصب هذا هو الذي جرى علينا وهذا هو حالنا ويبدو أن الأمر سيستمر على هذا الحال كل الآيات التي تلوتها عليكم في سورة الأحزاب في سورة الكهف وفي سورة الشعراء تتحدث عن الإخلاص إنه قرآنهم وهذه أحاديثهم لا أستطيع أن أستمر في تناول الآيات وعرض الروايات بشكل مستمر الوقت يجري ويجري سريعا سأذهب إلى أمثلة أخرى وبنحو سريع في سورة النساء وفي الآية السادسة والأربعين بعد المئة بعد البسملة في سياق من الآيات لا أستطيع أن أتناوله لضيق الوقت لكنني أنقل لكم هذه الصورة في الآية الثانية والأربعين بعد المئة بعد البسملة إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا صورة واضحة تتناقض بالكامل مع الإخلاص والحديث عن الصلاة مثالا وعن سائر شؤونهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وإذا قاموا حديثة والأربعون بعد المئة بعد البسملة من سورة النساء إلا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله نحن ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله وهذا هو الاعتصام الحقيقي بالله سبحانه وتعالى لأننا لا نستطيع التواصل مع الله وإنما نتواصل مع الله من خلال الباب الذي فتحه لنا أين باب الله الذي منه يؤتى من هنا يؤتى الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء من هنا نتوجه إلى الله أين السبب المتصل بين الأرض والسماء هذا هو السبب وفي الآية واعتصموا بحبل الله فحبل الله علي هذه الآية التي يفسرها سفهاء الشيعة في الوحدة الإسلامية حبل الله علي وعلي لم يكن سببا لوحدة المسلمين كان سببا لافتراقهم بيعته الغدير هي التي تقول اللهم والي من والاه وعادي من عاداه الذي يكون عدوا لله هل هو من المسلمين علي هو الذي فرق بين المسلمين فهناك من الذين يقال لهم مسلمون هم أعداء الله وهناك من الذين يقال لهم مسلمون هم أولياء الله أتحدث عن التسمية بين الناس الناس يقولون هؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون فهناك مسلمون هم أعداء الله وهناك مسلمون هم أولياء الله كيف نميز بينهم بعلي فعلي هو الفاروق الأعظم فاروق يعني يفرق يفرق بين الحق والباطل واعتصموا بحبل الله حبل الله هو علي ولاية علي هؤلاء السفهاء من مراجع النجف ومن زعماء السياسة والدين من أصحاب العمائم في الشيعة يفسرون الآية بالوحدة بين أولياء علي وأعداء علي هم يخالفون القرآن في كل شيء يخالفون القرآن المفسر بتفسيرهم في كل شيء ما أنا قلت لكم هؤلاء نواصب ولكن بلباس شيعي كما هم يقولون من أن هذا اللباس هو لباس شيعي وما هو بلباس شيعي هو من لباس النواصب أيضا ولكن من زمن ماض ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله أتعلمون أن هذه الصفة صفة عصمة الله هي صفة فاطمة هي من أسماء فاطمة فاطمة هي عصمة الله الاعتصام يكون اعتصاما بالقيمة فاطمة أعود إلى الآية من سورة النساء إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله الاعتصام بفاطمة إذا ذهبنا إلى سورة البينة وإلى الآية الخامسة بعد البسملة وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ له الدين ماذا تقول هنا الآية واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله نذهب إلى سورة البينة وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ له الدين حُنَفَاء وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَة دينُ الإخلاص إِلَّا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله هذا هو تفسير القرآن بالقرآن وفقا لمنهجهم لا كما يزعم الطباطبائي في الميزان لا كما يزعم محمد باقر الصدر لا كما يزعم الآخرون أولئك فسّروا القرآن بطريقة وصفت بأنها كفر في أحاديث أهل البيت من ضرب بعض القرآن ببعضه من ضرب القرآن بعضه ببعض فقد كفر نفسر القرآن بالقرآن وفقا لتفسيرهم وفقا لرواياتهم وفقا لأحاديثهم مثل ما أفعل بين إيديكم بحسب ما أولوا قرآنهم إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما الحديث عن الإخلاص في الدين واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله أخلصوا دينهم لله كما يريد الله يريدنا أن نعبده من دون بوابة من دون وجه فنحن عبيده يريدنا أن نعبده من خلال وجهه وبابه فنحن نعبده نحن عبيده هذا هو الإخلاص لله تذكروا من أن الله حين خلقنا خلقنا عبر سلسلة طويلة من الأسباب والعلل والحجب وحين خاطبنا أيضا خاطبنا عبر سلسلة طويلة من الأسباب من الأسباب والعلل والحجب لم يخلقنا بشكل مباشر ولم يخاطبنا بشكل مباشر وحتى وحتى عقولنا لم يدعها تشتغل بشكل مباشر إلى أن بعث إليها الوسائط كي يثير دفائنها فكيف نستطيع أن نخاطبه من دون وسائط هو القادر على أن يخاطبنا من دون وسائط ومع ذلك خاطبنا خاطبنا عبر الوسائط ولم يحرك عقولنا بشكل مباشر بشكل ذاتي من داخلها وإنما بعث إليها من يحركها بعث الأنبياء لإثارة دفائنها فكيف نستطيع أن نتواصل معه بشكل مباشر ونحن في غاية عجزنا وهو في غاية قدرته خلقنا عبر الأسباب وخاطبنا عبر الأسباب وحرك عقولنا عبر الأسباب فكيف نستطيع أن نخاطبه من دون الأسباب أي منطق هذا ماذا تقولون أنتم ومن سورة النساء إلى سورة الأنعام وإلى الآية الثانية والستين بعد المئة بعد البسملة قل إن صلاتي ونسكي النسك العبادات الطقوس المراسم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالم بحسب ما يريد هذا هو الإخلاص الذي تتحقق العبادة به آية سابقة وآية لاحقة قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم وهذا العنوان هو علي في الكتاب كله من أوله إلى آخره هو عنوان بالأصالة لعلي ولولايته بالتبعية هذا اسم من أسماء أمير المؤمنين الصراط المستقيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قلت لكم قبل قليل المراد من الإخلاص في النية هو عدم الشريك لا شريك له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين هذه الآية تتحدث عن الصلاة الواجبة المندوبة وتتحدث عن مطلق النسك عن سائر العبادات الأخرى عن سائر المراسم الدينية الأخرى ومحياي ومماتي المضمون الذي نقرأه في زيارة عاشراء من أن يجعل الله محيانا محيا محمد وآل محمد وأن يجعل مماتنا ممات محمد وآل محمد لا يكون ذلك إلا أن تكون القلوب خالصة لهم خالصة مخلصة لهم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الملائكة حين سجدوا لأبينا آدم أخلصوا لله في طاعة أمره وأخلصوا لأبينا آدم حين سجدوا له فكانوا صادقين في سجودهم وخضوعهم بين يدي أبينا آدم نحن مطالبون بالإخلاص بين يدي الله سبحانه وتعالى وبين يدي وجهه الإخلاص لله هو هذا لأنه هو الذي يريد هذا أما هذا الإخلاص الذي علمونا إياه هذا هو الإخلاص الإبليسي جاءونا به من سقيفة بن ساعد ماذا تتوقعون من إخلاص سقيفة بن ساعد إنه إخلاص يبعدنا عن محمد وآل محمد هذا هو الذي أقوله لكم كرارا ومرارا من أن دين حوزة النجاف لا علاقة له بدين محمد وآل محمد وهذا هو الذي أردده دائما هناك تشيعان هناك تشيع للحجة بن الحسان أعنونه بالتشيع الزهراء وهناك تشيع لمراجع النجاف أعنونه بالتشيع السبروتي وهذا العنوان استلهمته وأخذته من الرسالة الثانية التي بعث بها إمام زماننا إلى الشيخ المفيد ومر هذا الكلام في برامة سابقة أعود إلى الآية فهي واضحة من سورة الأنعام إنها الآية الثانية والستون بعد المئة بعد البسملة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالم في الآية التي بعدها لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الآيات كلها تصدح وتصدع بالإخلاص والإخلاص أين يكون في القلوب قطعا لا بد أن يكون في العقول قبل القلوب نذهب إلى فاصل تصدق يا من نفذ في كل شيء أمره يا من لحق بكل شيء علمه يا من بلغت إلى كل شيء قدرته يا من لا تحسل عباد نعمه يا من لا تبلغ الخلاق وشكرا يا من لا تدرك لأفهام و جلاله يا من لا تنال الأوهام و کنه يا من العظمت و ملك برياء و رداء يا من لا ترد العباد و قضاء يا من لا ملك إلا ملك يا من لا عطاء إلا عطاء سبحانك يا لا الغاف يا من لا المثل الأعلى يا من له الصفات العليا يا من له الآخرت و الأولى يا من له الجنة المقام يا من له الآيات الكبرى يا من له الأسما والحسنا يا من له الحكم والقضاء يا من له الهواء والفضاء يا من له العرش والسرام يا من له السماوات العلا سبحانك يا من الهواء الله 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 الهواء إذن النية جزءان وعي بالعمل نفسه وإخلاص لله الله يمكنني أن أقول من خلال البيانات المتقدمة في هذه الحلقة تحققت بين أيديكم صورة واضحة لمعنى الإخلاص لله تعالى أما الجزء الأول من النية الوعي بالعمل نفسه الذي ترتبط النية به ويرتبط العمل بها هذا ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد وصلنا إلى تذكرة البرنامج البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبي إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبي رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبي طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلقا بائنا لا رجعة فيك إن كنت راغبا في إمامك إذا إذا كنتم راغبين في إمامكم نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة القيمة والقائم صلوات الله عليهما أسألكم دعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر